موسيقى موسيقى مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زارة المطبخ التونسي اليوم اصدقائي عندي وصفة في سباق مع الزمن انا نجري والوقت يجري ونحاول اني نهبطها اقبل رمضان وربي قدرني على ذلك اصدقائي وصفة هدية طلبتوها مني برشة 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 صورتو الفترة الاخرانية الي هي البيتزا الايطالية الاصلية الي تخمر في 48 ساعة مدة نهارين معتها نهارين وهي تخمر فيها برشة تفاصيل وطلبتوها مني خاطر احكيتلكم عليها في الفيديو متعالي البيتزا الي هبطتها قبل وكي ما قلتلكم راني الوصفة ما اخذتها من شاف ما اخذ الميدانية الذهبية في البيتزا هو التونسي واخذي الصنعة وكل شي من اكثر بلاسة في العالم مشهورة بالبيتزا هي نابولي اتعلم الصنعة وقرأ وكل شي غاديكا بعديكا جاء لفرنسا وبالصدفة ما هوش بعيد علينا وين نصف نصفت ومشيت له انا وراجلي وكل شي وعطاني معتها الروسات الصحيحة وانا بدوري باش نعطيها لكم كيم عطى هالي هو وجربتها بالوصفة متاعه عم ناول اللي تخمر معتها 48 ساعة بالحق جاتني ما شاء الله صحيح الوقت للمدة طويلة لكن بالحق يا جماعة راهي تلمان اللي بنا متاحها فتستحق انكم تجربوها والضحي ونهارين باش توصلوا وتتحصلوا على نتيجة وبيتزا يعني كما لم تروها من قبل بالحق معنتها دونك الهنا مش نعطيكم المقادير الهنا عندي كيلو فارينا يا جماعة الفارينا لازمكم تستعملوا نوع سبيتزا مما هوش اي نوع بالنسبة اللي في فرنسا وفي ايطاليا ومنعرش في اوروبا سكون موجودة الماركة هذية الايطالية اسمها كابوتو سبيتزا اللي ما يلقاش هذية ينجم يستعمل الفارينا تيب زيغو زيغو تكون معنتها زادة سبيتزا المهم هذو مهمة اللي النجم نعطيكم شواء ما نعرفش في تونس موجودة وإلى لي ما إذا مش موجودة تحبوا تجربوها بفارينا عادية أنا الحق ما جربتها شميل لعل ما عندها تعطيكم نفس النتيجة كيف تخليوها تخمر 48 ساعة المهم اللي هنا عندي كيلو فارينا ولهنا بش نستعمل الماء وطنقية للكم بضب قديش اللي هنا عندي عشرة جرامات متعفة خميرة جافة وحليتها في شوية ماء عشرة جرامات فقط يا جماعة ولهنا عندي ثلاثة ملاعق زيت زيتونة ما هو زيت ناباتي زيت زيتونة ثلاثة ملاعق أكبر ولهنا عندي شوية ملح دونك أول حاجة لهنا بسم الله البلاسة هكا نحط فيها الخميرة الخميرة ولهنا زيت ولهنا الماء وبتبيعة الملح بعيد على الخميرة وقلت لكم أصدقائي راهوا بسم الله البيتزا الأصلية راهوا لجيفة ها كريم فريش ولا جيفة ها ما جيفة حتى يخلف المكونات هذي راه إذا تلقاوا دوت خرسات ولا حاجة في راهي هذيك إذا فاتوا ما هيش البيتزا الأصلية نضبع بالماء نضيف الماء نتحصل عليه طويك هذي يجبني نعجنها بين خمسة إلى سبعة بقايا هذي هي العجينة أصدقائي كي حضرت كيماريتو تعجنة مليح وبدأت تظهر فيها أمبيل متاع هوا هكا هذي شنو نعمل لها نحن رجحها للصحفة وماذا بيكم؟ نحن هنا هاو القوام تحك فاش لازم يكون متوسط ما بحكم باش نخليوها تخمر برشا باش تزيد تطرة هكا ومعطا تطرة أكثر نحن هنا نخليوها في صحفة لازم تكون تحطوها في صحفة غارقة خاطرها باش تطلع بالقدار نحطوها هكا نعطيوها بطري سيروفان نغطيوها بسربيات ونخليوها تخمر بين ثمانية إلى اثناش ساعة أنا بش خليها اثناش ساعة خاطر بين اليوم وغضوة تقص باش يكون بارد شوي دونك هكا علاش بش خليها اثناش ساعة تخمر البارة وبعد ذيكا حصلوا بعد ما توفى اثناش ساعة نرجع لكم ان شاء الله ربي حينا بخير أنا تخيل في روحي كنتم تبدأت تفرجوا على الفيديو بش يجيكم كل شي متسرسل بينما أنا وقتها قاعدة نتعارك انا وياها ذاكو هذه يمكنها اثناش ساعة اثناش ساعة وبعد ذيكا نرجع لكم ان شاء الله بسم الله هي pend However 내 اللي اتِم من السلام هذه هكا الثقة بسم الله. حتى كلستك مش مش قبل الناحي هكا. ريتو ما شاء الله كيفاش. نحن لي التويكة. هاي. لاني هذي نعجنها دقيقتين وبعدي نعود نسكرها كيفما كانت ونبيتها في الفريجيدير. هذي هي العجنة بتاعنا شوفوا ما شاء الله الكل هوا من داخل. مك ما تظهرش ما بالحق مهوية بالاقدان. حسها فارغة من داخل. شوفوا ما شاء الله. هذي هي العجنة بتاعنا كيفاش تكون. شوفوا فقاعات لهوا كيفاش. ما اذا لحظتوا راهو ما طلعتش برشة في الفريجيدير. كما قلت لكم خليتها ليلة كاملة. هذي هي العجنة بتاعنا كيفاش تكون شوفوا فقاعات لهوا كيفاش. ما اذا لاحظتوا راهو ما طلعتش برشة في الفريجيدير. لانه بحكم فريجيدير بارد. دونك الخميرة ما هيش بيش تتفاعل برشة. دونك هذي هي جوز نخدمها حكاية دقيقتين هكا بيدي. بسم الله. بوش تكون يابسة هي شوية راي. بحكم باردة. دونك شوفوا ما شاء الله الهوا. كلها هو من داخل. دونك كما قلت لكم نخدمها دقيقتين بيدي. ونغطيها. انا محبش نطول عليكم الفيديو. نغطيها نحن نغطيها كيفما كانت. ونخليها اقل حاجة عشرة سوية على البرة. يعني كما نقولوا مثلا نحن طويق العشرة متاع الصباح. آآ ندخلوها نعود وندخلوها الفريجيدير ما حكاية التسعة وإلا العشرة متاع الليل. وهي شوفوا ما شاء الله كلها هو. انا ننزله هو معتا يخرج. دونك اصدقائي كما تشوفوا نحن اليوم في اليوم الثاني. آآ طويقا خرجتها البيتزا عجينة البيتزا من الفريجيدير. خدمتها ممكن حكاية تغيطين وعود تغطيتها وبوش خليها تخمر لآخر مرة طويقا نبش نمشي ناخل موزاريلا الخاصة بالبيتزا. وبعدكا نرجع لكم. هذي آخر مرة سيئة طويقا بش نحضر البيتزا. العجينة حاضرة كما تشوفوا. شوفوا ما شاء الله هذي قاعدة تخمر ثمانية وربعين ساعة نهارين. شوفوا ما شاء الله. وانك هذي نحطها نخرجها. شوفوا ما شاء الله هريتوا كيفية شترات. هذي هنا مش نريد نقسمها. حتى تتلسق مش مشكل راوة. هنا مش نبدأ نستعمل السميد لانه البيتزا الأصلية رأيت تتحل بسميد. سميد البيتزا اللي قسمناها. والهنية كما قلت لكم باش نستعمل السميد. راوة حتى كنت حطوه بزايد مش مشكلة. الفاضل بعد هي كتنجموا تستعملوا في حاجات اخرى معانتها مش بش يفسد. دور السميد الهنية باش ما يخليش البات تلسق. وزيد هو اللي بش يعطينا القرمشة هذيك من بره في البات متاع البيتزا. البيتزا اللي معانتها الإيطالية خاصة اللي في نابولي هكي كان معانتها تكون تتحل بسميد. ومن بره تكون فيها قرمشة البنين على الاخر. هكا. حاولوا وكثروا حتى بعديك باش نحلوا بسميد راه هو. دونك الهنية نغطيها. وباش نحضر معاكم الصوص البيتزا. ما بحكم اسبقت وودي تهلكم قبل دونك الهنية مش نعطي لكم فيتفين. ما نيش باش نركز عليها برشا. طه نحط لكم الرابط متاع الفيديو الاخرى. بالنسبة للصوص متاع البيتزا. الهنية اخديت اربع كعبة تماطن باش نرحيهم. دونك هذي باش نفوحها. بسم الله. هذي الفاح البيتزا. انا ورقة احبق. بالطبيعة اللي احبق يفوح بالك ده البيتزا. البازيليك. اللي احبق هو البازينيك. قبل يرحيهم عطمة. انا فابدلت نقصها كاية. بسم الله اللي ازيت زيتونة. وبالطبيعة التيب كان بزيت زيتونة. ولهنية شوية ملح. فقط هذا شنوه لازم الصوص متاعنة. بسم الله. بالنسبة لللون وزيت بشتغميقها وبحكمة ما تم كيف نرحيوها يفتح لونها. ماكي تدي على سخنة تغميق. دونك هذي نحطها لنطيب دقريبا نحكي تربع ساعة. دقائب بالنسبة للفور كما قلت لكم حتيتوا على 300 درجة. والهنية حتيتوا بروغرام بيتزا. كيكا. اللي هنا في سخون مفي سعب نحكي لكم حتيت هذيك. حصلوا بعادة تلمانة سخونة على الاخر. دونك حبيت نفسرها لكم. هذيك حتيتها في الفور هي ملوطة بالكل. على خاطر هي كما قلت لكم البيتزا هي رائم. اللي بنا متاحكي في الطيب في فور متاع حجر ولا فور متاع فور ابواء ولا حاجة. دونك بحكم انا ما عنديش. فحبيت نزيد الصخانة متاع الفور حتيت هذيك عندي وحدة اللي انطيب بها. الخبز بالفونت بالحجر معناتها. دونك حتيتها غاديكا باش كيف نحل البيتزا. نهزها ديراكت نحطها. يعني فيها هي. ما غير ما نحطها تبق الفور. سيناء فما اللي ما عندوش هذي نجم فما وحدة هكا سبيسيال بيتزا تبدأ بالحجر. وتتحط في الاخر متاع الفور كما وريدكم. وتعطيها نكة اصلا حتى من نكة تعتها نكة بنينة على الاخر. حتى مسخانة في سعة طيب ملوطة. دونك هني حاولت مفسر لكم. ان شاء الله يارب بما تجيكم مش فيديو طويلة. هما العجينة كنتم غطيتهم بسرفيات. ثم هكا. والهنا حبيت نوريكم حاجة. حبيت نعمل تحدي بين وبين روحي وانتم هاوكا تقايمون نتيجة. دونك هذي عجينة اخرى. مانيش انا عملتها. عباش نوريكم. هذي شريتها كيف مشي تقبيلة نخذ في الجبن. المجازن ايطالية كازاقوستو هذي خبيت من عندهم باتة بيتزا فخيش. يعني هما كل يوم يحضروا في البات متاع البيتزا الأصلية زادة. ويعملوها. دونك الهنا هايا. باش تعرفوا باش نلافمها غاشة لحاتش. اي رب يشاهد علي. دونك الهناي جس حتيت عليها شوية سميت خاطر حسيتها بحكم باشا يستطرى. فخف التلسق لي في هذي. دونك هذي باش نعملها. باش نعمل بالعجينة اللي عملتها انا. وانتوما قلوولي انها هي اللي جات خير. بوم في المطعم نعرف ما تنجموش لذوق المي اموه حتى في المنظر معنتها. اكيد تفهموا انا هي اللي معتت بدا خير. بسم الله. هذه دولة. بسم الله. هنا تحطوا بزيد سميد. وتوي كمعروفة اللي البيتزا الايطالية الاصلية الفيليبور هذو ما منحلوهاش ساعة منحلوهاش بالقلقاء الجسد باليدين. هنا نكثر من السميد. بسم الله. نك هكا. ونبدأ نوسعوه. سميدة ذاك الكل بشيح بتراه هو. هكا. نجوست بش نزيد شوية سميد. نك توي كا نبدأ نوسع فيها هكا على بربع. كما قلت لكم. لجناب ما تتمسش. طويلة بش نجيب الطبق هكا مش نحطها عليه. لاني حفيتها على طبق وقلبته خطر كما وردتكم في الفور اني عندي حاجة دي جا محضرتها في الفور اللي بش نطيبها فيها. وسخونة على اللخر. الفور عنده توي ك تقريب 40 دقيقة وهو يسخن. بسم الله. هذه السوس اللي حضرتها. سوس فيتزا. هذه بش نعملها ما دريت يعني صوس و جبن اكا هاو. هكا ما عندي العجينة بزايد ما شاء الله هدونك بش نعملها هكا بش نعملها نوع مختلفة. هكا هكا. لانه هده هي جبن موزاريلا سبيسيال بيزا. اجبتوا كي شديده قبيلة وعملتوا ربي هكا. هو هكا بش نحط منه. بعدي كيف هو اللي كانوا بظل عندي يا عجينة. نوريكم كيفاش اذا تحبوا تحضر واحدة وتكنجلوها. كيفاش مع انت حتى تنجموا تكنجلوها. هنا شوية اوريغان وندخلها للفور. بتبيع الفور على ثانية درجة. اهيكا البيتزا كيفاش حطيتها. حبيت نوريكم باش تفهموني اكثر. هذيكا حطيته وصخنته معنات عنده ساعة وهو في الفور على ثلاثمائة درجة يسخن. وبعد ذيكا معناتها حطيت فيها البيتزا ديريكت. هاوكا شوفوا مزلت كي حطيتها بدات بشتيب. ما شاء الله. بسم الله. دونك هذي اول بيتزا طابت. كي ماريتوا الهنا لجناب هذي كيفاش طلعت بالجداء ومو قرميشة. ما نحكي لكم مش على الخفة متاحة تنقصها من دخلوا تشوفوها. دونك الهنا اول حاجة لازم تشفز. راهي باتفين في الوسط. ما في الجناب. خشينا شوية. هذيكا اللي يميز البيتزا الإيطالية. ديتوا كيفاش. قلتها شوشة مقرميشة من البر. هاي. ديس خليها تبرد شوية. وبعد يكن نوري هي لكم. شو شاء الله. ما هي البيتزا متاعنا اللي هنا زينتها بشوية ورقة من تاحبق. اللي هنا طويقة. بسم الله. شنزها. ما تشوفوا معايا البيتزا. ما رأيكم؟ نريدكم واحدة اخرى. ما رأيكم مصدقائي؟ بيه. هذي اللي هنا بش نوريكم البات من داخل. شوفوا معايا البات من داخل كيف نيق. فارغة. آه هاي نزيل نوريها لكم من احنا. قلتوها كيفاش فارغة. هاي كاريتو. سخونا راني ونحاول نوريكم لماكسيمام. هاي. 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 هذيك هي اللي في متاع. كنخليوا البات تخمر. شوفوا الهني قداش مقرمشة. هاي. بالحق ريحتها بركة تدوخ. والله هنودكم ولا نشاهيكم مصدقائي. هذيك هي البات اللي في الفرق بين اللعجينة العادية. والفرق بين اللعجينة اللي توقت تخمر اه ثمانية واربعين ساعة. هاي. ما هنه. شوفوا كيفاش قداشها. طريقة وهشوشة. هاي. ريتو. بسم الله. بالبنى متأكتل هي بنين عصال. بالحق والله بنينه على الاخر. واجمعة رو ناكد احطوا سميد لورتب اللي تحلوا به بش يعطيكم ليزيقو وقرمشة مش عادية. هذي حطل صغار يفطروا بعديك انا رجعلكم للخبز الثاني. صدقوني والله يا جماعة كيف عطيتهم بش يفطروا الكل هبلوا عليها عجبتهم على الاخر على الاخر. اللي يقول واو بنينه على الاخر ما شاء الله. واللي يقول هذي كلينا منها في تالي وهذي كلينا منها في موناكو. هسيروا هما داخلين بعضهم وعجبتهم على الاخر. والحمد وشك بالله. صدقوني يراو اي واحد انا الحاجة الوحيدة اللي تجيني صعيبة هي الحلان المتاح. ممكن ما عنديش ليس باسر الكافي ولا ما ما نعرش. هكا عليش نحاول انحل بش نجيبها الشكل هو بيد. هكا كي ما قلت لكم. اه بش هذي بش نحاول نجود شوية لبوغ بش ننغير لكم الاشكال. انا مش نحط شمبينون. حطوا الخضرة اللي عندكم اه. اه 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 شا اسمه؟ اه 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 اي الكلمة تهرب عليا. وبعدك كيف نقولها بالفرنسية جيني واحد يقول لي احكي بالعربي. انا معناتها بالحق يعني عبد عنده سنين في الغربة اكثر منا من عشرين سنة. فبسيف عبد بش يقول كلمات معناتها بالفرنسية. ومع ذلك ديما نحاول ان نقول نحكي بالعربي. قناة كاملة معناتها ما شاء الله نحكي فاهم بالعربي. دي غوثات نحبط فاهم بالعربي. اه ها والقيت اسف البيتنجان. اه اه والبيتزا اللي بالخضرة را هي مشهورة بالقدارة. هل سواء في فرنسة ولا في اي بلاسة. انها نحن نزيق معها كعبة تومات شوريز. وندخلها زادة نتيجة كيف كيف بسم الله ما شاء الله حاجة عالمية نحب نفسر لكم حاجة جاءتني برشة أسئلة ليس انتقادات من حاجات معناتها على الفيديو البيتزا فيها ألف شكل ونوع البيتزا الإيطالية يكون شكل هكي من داخل هذا الكل تبدأ بطفين جيدا وهذه كيماريتو تبدأ أخشينها لا تكون مكبدة من داخل أخشينها يعملوها بالعجينة تخمر 48 ساعة وتكون هذه تبدأ من داخل فارغة فارغة ثم نوع البيتزا اللي بطفين اللي عملتها لكم زادة يعني فما اللي يجي يقولي محروقة مما هي محروقة فم اللي يعملوها ناضجة أكثر من هكا أنا أصلاً أحبها ناضجة كل حتى أنتم مرفور عندكم وتتحكموا فيه هذه ملوطة أنا أجمت إن شاء الله تكون ظاهرة ملوطة كيفية ميرانيا كما قلت لكم ما طيبتهاش فيه طيبتها في الأخر هذه معنتها أنه تتعاوني وكان جاء تتعاوني لديك اللي يستعملوا فيه البروشيونير رأيتكونا خير لذلك هذه الجزء خليه تبرد شوية ما قبل ما تبرد لازمها تتقص إذا تحبوا الجبن يعطيكم اللي فيها ذاكا أول حاجة لازم تستعملوا الجبن اللي يعمل مدزر العربي في تونس وإلا في فرنسا وإلا فيتاليا وزيد هي سخونة لازم تقصوها وتحلوها شوية كي تهزوا تلقووا الجبن عامل اللي فيه متاعها هكا وهي مكسوسة وبعد يكتف تهزوا تعطيكم اللي فيها ذاكا ستفاح الزهاء معاكم هاي شوفوا الهنا هذية كيفاش فارغة من داخل هاي مش معناتها اللي يشوف هذية تخشينة برشا يقول لك معناتها راه كلها عجينة وكل شاي لا هذيك راي خاطر عجينة النوعك اللي كيما قلت لكم يخمر 48 ساعة تعطيكم نتيجة روعة هاي هذي العجينة بتاع الطلين باش خليها نستعملها زادة هذي هي النتيجة الثانية كيناليتو هكا هاي كاريتو هذي باش نعملها بصمون في ماء هكا اختياري يا جمعرا وحتى بالطنة جيرة هكا حتى 250 ماذا بيكم اكثر من 250 على قد ما البيتزا تطيبوها في سخانة عالية جدا قد ما في سعة طيب وكي تخرجوها تخدت رياد جيني راهي ببرشا يقولوا لي رانا نطيبو البيتزا و جيني يبسا خاطر البيتزا قد ما تخليها مدة اطول قد ما تطيبس فلفور البيتزا الاصلية اللي عند البروفيسيونيل ثلاثة دقائق ماكسيموم اكا هاو انا هذي خليتها اربعة دقائق هون كهذه هي اشوفوا ما شاء الله الهنين حرب نزيد نعود انحللكم ولو انها سخونة هاي من داخل كيفاش كيفاش تبدأ فارغة وتبدأ من البرة مقرمشة هكا ومن داخل الطيب الاجدال هذي هي سر نجاح البيتزا فيها برشا أسرار راهي انكم تخلوها 48 ساعات تخمروا الفرينة عندها دوروا الخميرة عندها دوروا الفور عنده دور وبقدرة لها جيكم حاجة مزيانة اروا اي حد ينجم يعملها مهمش كان المختصين محترفين الحق فارغة يعني مش تشوفوا هكا خشينة ما تقولوا اللي هي راهي اهاي وطبيقيا اصدقائي نجيو الخالطة العجينة تايتاليا هذي هي اهايك هذي هي هنا يجمع على قد ما هي البيتزا بنين على قد ما تحوس الدنيا ما انا حكي لكمش هذي هنا نحلها بنفس الطريقة والهنا يقولولي انا هي اللي جات خير خليكم انتوما تفكموا هنا بش نعملها بالخضراء خاطر ما زال عندي شوية خضراء حبيتش نعملها بالطن من خطر الاكثر انواع المشهورين مع انت في بتاع الطن ما هي مشهورة برشا ما يحبيت ان تبع الطن للاخر انا كاكا هنا كعبة مارتن وهنا شامبينيون واصدقائي انا نسيت ما قلتلكمش على كمية الماء كيفا عجنت قلتلكم نعطيكم الكمية بضبط المهم الميرة وستمائة مليلي لتر متاع ماء ندخلها بالطور هذه هي الصدقائي اللي عجينة اللي شريتها من الماجازن اليطالية عجينة رشكة نحبيت نجربها ونقارنها بالعجينة اللي ان عملتها ونقارنها ونقارنها نقارنها ونقارنها انا هني وردكم العجينة اللي عملتها حاجة واحدة مشا نقولها لكم لان انتم ما متنجموش تعرفوها الحق هذه ان عرش كيطابة تحسيت رحة الاخميرة قوية منعرش عليه. العجينة اللي عملتها انا ما عندها شريحة خميرة. ما اهاي كماريتو. قارنوا العجينة بهذه. دونك هاوكا عندكم البيتزا متاع ايمان زارة المطبخ التونسي. كونتر البيتزا متاع العجينة الايطالية. هاوكا خلو لي راهيكم في كومنتر. اصدقائي هادي هي كانت الحلقة المطولة. راني يا جماعة عندي نهارين وانا نحضر فيها الفيديو هذي. في بيالكم العجينة خليتها تخمر 48 ساعة. والحمد لله اعطتني نتيجة ما شاء الله طيارة على الاخر. هذي الهنين عاودة نوريكم ملعجينة بتاعي. اهاي. نحللكم من هنا. هايكا بالحق كلها فارغة من داخل. اهاي. هايكا لين تشوفوا من من الكتيل من غادي. هذي. هاي كاريتو. دونك الحمد لله جاتني نتيجة كيف محبيت. وبالحق كل مرة نزيد نعم العجينة معنتها اللي تخمر 48 ساعة. كل ما نعاود محاولة اخرى كل ما تجيني خير وخير. اه دونك الحمد لله يا جماعة راني الهنا انا لا ادعي المهنية. راني هاوية فقط خاصة في البيتزا اللي هنا يا راني. نحب نحب نتعلم ونطيب حاجات من بلدان اخرين ونبدأ ما نعرفش نطيبها. حاجة واحدة اللي عاونتني باش النجم نعمل بيتزا كيما اللي وريتها لكم متاعي. انه خذي تصنع من واحد محترف وبروفيسيونيل وما يخذ الميدالية ذهبية. وبالحق ما شاء الله وربي باركله. وان شاء الله كان اكتب نهار نمشي ونصور معاه وتشوفوه ويحكي معاكم وكل شاي. دونك هاكم ريتو البيتزا اللي عملتها انا في الدار. وهاكم ريتو البيتزا اللي ايطالية. مع انت محطي راميتي بتطيين وكل شاي. ما بالحق اللي عملتها جات الطيارة وما شاء الله. وزيد بطريقة ايطالية راو كيما قلتلكم. ولا الدعي مهنية. حاسيلو ان شاء الله تكون واضحة وبأكيد ومتأكدة بش تكون الفيديو طويلة الله غالب ما مش نحاول انفهمكم لماكسيموم خطراني الطريقة هذي نعملها بلك مرة في العام خطر التعب شوية وما نلقيل هيش وقت. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله انتو ما جربوه حتى بالفرينا متع تونس سبيسيال بيتزا جربوها وخلوها تخمر 48 ساعة وبقدرة الله تجيكم حاجة مزيينة على الاخر. دونك هكها وزيقاي اذا كان عندكم اقتراحات ولا اسألة انا على ذنمتكم. اذا عجبتكم فيديو هذي بتبعا متنسونيش فيلي لايك. يا جماعة صدقوني راني تعبت فيها برشا على مدة نهارين وانا معنتها كما موغدوا ان شاء الله صابح رمضان كنكتب وانا بعد قدو منزلت ما نعرش دونك حاولت نهبط هلكم قبل رمضان شاء الله تكون عجبتكم متانسونيش مني جامي يا جماعة باش تدعموني ولي كومانتاخ طويقا مقارنة كنخليكم على خير وان شاء الله رمضانكم مبارك الناس للكل ديكا راني نحبكم واحد واحد ونخليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته